نعطيكم العافية ستشرح اذا اعطاني بالسؤال بيم يعني بيم كامل زي الستيك بترسمه المومنت ديقرام ومن خلاله اوجد المومنت وبعدين احكي امسي على اي بكل بساطة لو كان لدي البيم هاب طبعا سواب الكتاب حكالي حكالي هاي مقدارها 15 وهاي مقدارها 15 وهاي ستين وهاي اربعين وهاي اربعين حكالي اوجد اه اوجد بالمقطع بي سي يعني بالمقطع بي سي طبعا ايش طلب مني حيث انه المقطع العرضي شكله زي هيك يعني هذا هيك شكل البيم لو اخذت المقطع عرضي حكالها هاي اثنين اه هاي ستة هاي ثلاث وهاي ثلاث وهاي ثلاث تمام تمام عسا اول خطوة لازم اوجد النورمال ديقرام بكل بساطة بتوجد الرياكشن اه طبعا هاي شكل متماثل المفروض هاي خمستاش وهاي خمستاش بس احنا بنحل لو بنشاف الوضع اه سيجما مومنت عند ايه تساوي زيرا راح نحكي له فاندي سالب خمستاش في اربعين اه سالب خمستاش في مية زاد اربي او اردي اردي في مية واربعين تساوي زيرا بتطلع معي اردي تساوي مية بالمية بتطلع معي اردي خمستاش وار ايه خمستاش سيجما افواي سيجما افواي فبالتالي هاي خمستاش وهي خمستاش هسا انا راح احعلها طرق الدكتور وليد وان شاء الله ادخذ دكتور ثاني راح احعلها الطرق الثاني للمومنت ديقرام بكل بساطة مومنت ديقرام طريق الدكتور وليد راح اشرحها هون وبالتالي باختص رحالي شرح جابتر خمسة يعني اذا فهموها هسا خلصوا طراحت كل بساطة بحكي له مومنت بعدين موجب تحت عكس ما احنا كنا متعلقين زمان حكس كل توسيات وحكس كل شيء الموجب تحت وسالة فوق الطريقة التحكي لي خذ المومنت عكل خط من الخطوط هاي العمودية كل خط عمودي خذ اا خذ المومنت عنده باخذ المومنت عند هاي بي وهاي سي وهاي دي وهي ايه باخذ المومنت عند بي عايسار يعني بعتبر البين بس اي بي يعني بعتبر هيك الشكل عندي وبتأخذ المومنت هون. بكل بساطة. بأخذ المومنت عند بي. راح يكون عندي خمستاش في اربعين. كيف هي بتعمل لي بتعمل لي مومنت زي هيك. هيها. هي بتأخذ الخمستاش كيف تعمل المومنت عند البي? كيف تتعج معي? بتتعج معي هيك. بتتعج معي هيك. معنات المومنت هيك مقداره. هيك اما هيك. ايش? هيك بعمل المومنت خمستاش في اربعين. مقدار هذا المومد خمسطاش في اربعين طيب اه وان بدي أحطه هالسلب ولا موجب? الدكتور ما بحكي لي سلب موجب بحكي لي ارسم بالتجاه الذيل. يعني وان الذيل عندي? الذيل عندي تulu. زف ما بحكي لو هاي نفسها ما ماثنتين مع قرب الساعة. لا. انا بمثل ما بشوف كيف بت tok com ب 기 tok معي هيك. بت عاج معي هيك. خمسطاش في اربعين. فالمومد برسمه بالتجاه الذيل. يعني خمسطاش في اربعين هون. خمستاش في اربعين كم تطلع؟ خمستانش ضرب اربعين تطلع معي ستمية في المومنت هون ستمية كيف التوصيل؟ ليش لانه هنا ما في لودات لو في لود مستطيل بيكون هذا مقار طيب هذا ايش مستطيل هسه المومنت هون هسه شو بأعمل بأخذ المومنت هون ما بوصل بينها اول شو برججت المومنت هون هس يابا اخذ الجزء هذائك يابا اخذ الجزء هاو داخل جزء الاسهل هاي خمستاش في اربعين هنا واخذ المومنت عند صيلة الجزء هاو اللي هو صيلي بتعمل لمومنت زي هيك هاي هيك بتطاج معي تطاج معي هيك. فبرسم بالتجاه ذهر خمستاش في اربعين ستمية وان الذير عند ريحت. فبرسم ستمية هون اه اه ستمية اه مبعور我有صل بين الخطين كيف التوصيل ببينه هست وعني ستمية بس اه طيب لو بنتي اخذ المومنت عند سي بس بالجهة هاي بلاحظ الخمسطاش في مية هاي بصير اي سي هيك هيك خمسطاش في مية كيف تعملي مومنت تطاج معي هيك تطاج معي هيك خمسطاش في مية والخمسطاش هاي خمسطاش في ستين بتتعجلي المومنت هاي هيك بتمشي هيك هيك بتمشي مناته المومنت هيك خمسطاش في ستين فبطرحهم من بعض والقيم الاكبر رحت اكيد الخمسطاش في مية اكبر من خمسطاش في ستين فراح ارسم بالتجاه الثيل بتطلع قيمته ستمية بالزبط اكيد فهو ايش حكي لي حسب السؤال حكي لي اوجد بالمقطع 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 لو قطاية راح الاحظ ان المومنت عندي مقداره المومنت اللي هون المومنت اللي هون كم يقداره सتمية المومنت هات مقتاره ستمية طب كيف الشكل كيف الشكل شكل عندي هيك طب ليش الشكل هيك لانو الموجب تحت والسالب فوق وحكيوا الموجب هو بمثل تنشين والسالب هو بمثل معناته هاي تنشين وهاي كومبرشن في بكل بساطة صار عندي الشكل صاحب جاي وهذا المومات بقتاره ستمية فبالتالي بساوي م سي على اي طيب المومات ستمية بطلعها الاي كيف دي طلعها والشي دي طلعه السنترويد لهذا الشكل كل بساطة هكي هنا هي ثلاث وهي ثلاث وهي ثلاث وهي ثلاث وهي اثنين وهي ستة باقسم الشكل لمستطيلين عسا بفرض السنتر مثلا عندي هون ما بعرف وان السنتر بالزبط هذا محور اكس بار وهي المسافة هي الواي باي انا بدي طلع الواي بار راح حكي الواي بار تساوي مساحة المستطيل في سنترويده مساحة المستطيل هاد ثلاث 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 تسعة اه في اثنين تسعة في اثنين والسنترويد سنترويده هاد مستطيل فنص واحد زائد المستطيل هاد مساحته ستة في ثلاث وسنترويده كم? ثلاث ثلاث هون بس عن المرجع كم? ثلاث واثنين خمسة على مجموع المساحات هو التساوي هتشوف كم الكتاب طلع 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 بالكتاب مقتاره ثلاث هاد السنترويد ثلاث فبالتالي هاي المسافة الواي باي اخرين ثلاث هس المومت تقف انيرشيا تساوي بي اتش تكريب زائد بي اتش تكريب بي اتش تكريب على اثناش لمينة هسا هاد المومت كيف بلف 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 حول الاكس فبكعها بالواي اي اكس بي اتش تكريب على اثناش الاول تسعة في اثنين تكريب على اثناش هسا هاد الشكل ما بعرف اذا متماثل او لا فبطبق اي 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 دي تربيع زائد الاريا تسعة في اثنين التربيع بتكون التربيع عن مسافة مثل ما شرحت بالفيديو الاول يعني المسافة بين هاد الجزء والسنتر يهو واحد ناقص ثلاث يعني سالب اثنين تربيع يعني اربعة في اثنين تربيع زائد بالت تكريب على اثناش الثاني كم مساحته اه ست تكريب في اثناش زائد اي دي تربيع المساحة ست في يات والتربيع كم هذه الدياس دي تربيع ومسافة بين الخامسة والثلاث خمسة ثلاث بارضو اثنين تربيع بطلع معي قيمة ايو ها ثلاث في ست تكريب تسعة في اثنين تكريب سمنتاش في اثنين تربيع اللي هي ستة في ثلاثة وثمنطاش في اثنين تربيع اللي هي تسعة في اثنين بتطلع معي الانيرشي ما هي بتطلع معي هيك وبس بتطلع معي الانيرشي الكلية ميتان واربعة فالانيرشي تساوي ميتان واربعة فالسترس هاي بارحة كانا ثلاث فبالتالي هاي اللي ظلت كام? اذا هي ثلاثة وهو ارتفاعه كامل ثمانية ماناته ظل كام? خمسة صح ولا لا? الشكل كامل ارتفاعه ثمانية. والسنترويد على بعض ثلاث مع نفضل خمسة. فبالتالي. ماكسيمل سالب. الام ستمية. والسي كام المسافة خمسة على اي اللي هي ميتان واربعة. والسترس تنشن بدي يساوي ام سي على اي ستمية في المسافة هذي كام مسافة ثلاث. على اي اللي هي ميتين واربعة. طلع معا هي. ستمية في خمسة عميتان واربعة هزا التوب اللي هو كومبرشين وهي وحطه سالب. والبط اللي هو سالب في سالب موجب لهو تنشن ستمية في ثلاث على ميتين واربعة. مية بالمية. فهيكا اسئلة المومنت دي اجرام. اذا اعطاني درس المومنت دي اجرام. برسل المومنت دي اجرام طريقة الدكتور. طريقة الدكتور بكرة البساطة. زي كيف اللوت بعمل لي. بعمل لي هيك. فبرسم باتجاه الذيل. برسم تجاه الذيل. واغلب اللي اخذوا معي لو يرجع اللي كنت اللي كنت في زمان اه قروب الاستاتيك او القروب الاستاتيك اللي كنت انشر عليه في فيديوهات الاستاتيك كنت نشر هاي الطريقة. اه اه. بس هي اسئلة المومنت دي جرام. هاي هاي هاد سؤال مومنت دي جرام. ببرسم المومنت دي جرام وبحل. طبعا الكتاب حلو ابصر كيف قطع ما قطع. احنا خلاص بنلتزم بهاي الطريقة. وهي الطريقة كثير ممتازة. فهاي الاسئلة اللي بالكتاب لزي هيك. بكون فيها اشياء اغامقة زي هيك. هاي مش داخلة. الاشياء لزي هيك اشكال. هذال الداخلين مثلا. حتى هذو اربعة من تبليو ترتاش ما بعرف هذة ما الدكتور ما بكون شرحه. بشرحوا هذو العادة بشابتر خمسة فهذا برضو مش داخل. فهاي اغلب الاسئلة. يعني هاي هاذا سؤال. حكى للمومنت شكله هيك. فهاي تنشين هذيك الكمبريشن. بوجة السنترويد بطلع معي. وبس امسي على اي. يعني الشابتر كله امسي على اي. امسي على اي. هاي اشكال ثانية. ربزو ادل بقسم لما ثلاث مثلاث ومستطيل مثلا. وبحل او مثلاثين عادي حاسب تشوف الكتاب بحل. المهم انت تطلع الانيرشية تطلع نستبت الكتاب. وبالتالي امسي على اي. يعني هاي اذا اشكال مختلفة. اذا مفرق كامل من القصر مفرق منه. وبحل. وان شاء الله اموره كله بسيطة. اسئلة زي هيك يعني معاقة هي اسئلة صراحة يعني بطلب. هاي السؤال المومنت اندي ستين. بحني المومنت بحني البيم زي هيك بستين. المومنت ستين مقداره. وبحسب عشرين في اتناش. بطلعه. وامسي على اي بس. هاي شكل نفس الاشي. هاي شكل دائري. بس سؤال الاشكال هاي اذا طلب الردس في كارفجار وكذا زي ما حكاية البين بنحاني هيك. بس من شاء السؤال داخل. اسئلة قريبة منه. هسه هون كان عندي مادتين مختلفات. هزا الو فيديو ثاني ان شاء الله. مش رهون قريب. واذا في عندي مادتين مختلفات. بطل موضوع الكنكريت. المهندس هاجم عمل له فيديو يعني المغروق بعمله هو. ان شاء الله. وبس موضوع ليس انتريسك دي اذا ما بعرف هيتها بدخل معكم. بس غالبا ما دخل معكم الفصل الماضي. بس انا راح اشرحه ان شاء الله. ويعطيكم العافية.